كل ما قيل إن تبادل الأسرة بين حماس وإسرائيل أو شك على الاتفاق تتعثر المفاوضات وتعلق الصفقة وتعود جهود الوساطة إلى نقطة الصفر مجددا في تقرير لوكالة أنباء العالم العربي فإن ملف تبادل الأسرة يراوح مكانه تارة بسبب الموقف الإسرائيلي وأخرى بسبب موقف حماس وكل طرف يلوم الآخر بعرقلة الصفقة وعدم التوصل إلى هدنة إنسانية قيادي في حركة حماس قال للوكالة إن جهود الوساطة مستمرة ولم تتوقف سواء عبر الجهود القطرية أو المصرية ورغم التقدم الذي جرى إحرازه هذا الأسبوع في مفاوضة إطلاق صراح المحتجزين إلا أن هذه الأيام من منظور صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية فنتيل أبيب تتمسك بموقفها وشروطها لإنجاز صفقة تبادل الأسرة وهذا من جهة وفق الصحيفة الإسرائيلية لا تزال تل أبيب تتمسك بهذا الموقف وشروط لم تتغير طرحتها خلف الكواليس لإنجاز صفقة تبادل مع حركة حماس حيث تعارض وقف النار دون أطلاق صراح الأسرة أولى وأكدت يديعوت أحرنوت أن إسرائيل شددت على الإفراج عن الأفراد أفراد العائلة الواحدة المحتجزين معا بشكل كامل وفي الوقت ذاته تصر على أطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين من نساء فلسطينيات فقط دون أطفالهم أما بالنسبة لحماس فهي بحسب الصحيفة الإسرائيلية تعارض إطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين المسنين بعد أن عرضت تل أبيب إطلاق صراح رجال فلسطينيين مسنين والخلاف الآخر في المحادثات بحسب الصحيفة هو مطلب حماس بأن تمتنع إسرائيل في أيام وقف إطلاق النار عن إطلاق مسياراتها للتحليق فوق غسع